السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم في أحاديث عطرية يا ترى ما أثر الروائح الطيبة علينا هل من الممكن أن تصفي أذهاننا تحسن من مزاجنا تساعدنا على الاسترخاء تنقضنا إلى أماكن تذكرنا بأشخاص تابع معي وسنعرف الإجابة جميعا تخيل نفسك شميت رايحة عود طيب بخور ما أثر هذه الرائحة عليك حتما ستلامس شيئا بالروحك ستذكرك بمناسبات جميلة بأعراص بالمسجد يمكن المسجد تحديدا يوم الجمعة كذلك لها أثر كبير على نفسك وهناك صور كثيرة استدعتها الذاكرة عندما شميت هذه الرائحة الجميلة عندما كنت طالبا في جامعة الإمام بالرياض صادف أن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله وهو وزير الدعوة والإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا كان محاضرا بالجامعة كنا نعرف بأنه مر من هذا الطريق وذلك لرائحة الطيب الجميلة المميزة التي كان يتطيب بها حفظه الله فجمع حفظه الله ما بين طيب النفس ودماثة الخلق وطيب الرائحة سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وما أجمل دهن العود إذا كان مشوبا بورد يعطيه فوحان جميل ويلطف رائحة العود ويعطيه شيء من السحر والجمال والتمييز من العطور الفائقة الجمال أسطوري بالفوحان أسطوري كذلك بالثبات من شركة دولشة أنقبانا عطر فيلفت تندر عود هذا العطر الجميل ممكن ترش تتعطى من هذا العطر تحطى اليوم ممكن تشمل عطر بكرة ممكن تشمل عطر بعد بكرة كذلك حقيقة أداء أسطوري جميل لمحبي الثبات والفوحان وهناك نسخة أخرى اللي هي فيلفت ديزارت عود من دار دورشة أنقبانا كذلك نسخة جميلة إلا أنني في الثبات والفوحان أميز هذه النسخة أكثر ولاحظ محي لما تدخل سبو ماركت السيفوي أو التميني حاليا إيش الرائحة اللي راح تجدها منذ دخول هذا السو ماركت الكبير راح تجد رائحة جميلة هم يحيصون على وجود هذه الرائحة منذ الصغر كنت أميز هذه الرائحة وأحب هذه الرائحة بشدة وتحتفظ بها ذاكراتي لما تدخل في المقدمة راح تجد فواكه خضروات بالقرب منها نباتات وهناك ثلاجة لحفظ باقات الزهور لاحظ مش عبث وضيعة هذه الأشياء هذه الأشياء لها رواح جميلة تفتح النفس تريحها إذا جاي أنت مضغوط ممكن تهديك حتى تتسوق وأنت مرتاح أكثر لما تفتح ثلاجة الزهور من أجل أنك والله تشتري باقة زهور باقة ورد إيش الرائحة اللي راح تجيك أول ما تفتح بارد الثلاجة من هنا تذكرني هذه الرائحة المميزة الجميلة بهذا العطر الجميل لمبري دانز لو دبتيك عطر جميل جدا مع أول رشة وكأنك بين باقة زهور رش هذه الرشة الجميلة واتخل العالم من الزهور بين منطقة خضراء جميلة ملونة مكتسية بألوان الورود والزهور هذا العطر فعلا جميل من شركة نيشية عطورها مميزة وجميلة هذا العطر يبعث على الارتياح وعشان نعرف أهمية الرائحة لحظ معي إذا دخلت مدخل فندق فخم إيش الرائحة اللي راح تشمها يعتنون جدا بأن تكون الرائحة جميلة تدخل السرور عليك تدخل الراحة والهدوء كذلك على نفسك وإذا دخلت به الفندق نفس الشيء غالبا راح تجد زهور طبيعية ذات رائحة جميلة إذا اخترت منها راح فعلا تشم هذه الرائحة كل هذه الرائحة هي مختارة بعناية الزهور الروائح حتى تضفي على الإقامة شيئا مميزا ومن عطور الروائح الخضراء الفاتنة المريحة للنفس أولتومير واع هذا العطر فيه رائحة خضراء جميلة جدا مريحة مجرد أنك تتعطر بهذا العطر راح تدخل ب حالة من الجماع عطر يبعث على الارتياح فعلا العطر فيه الشاي الأخضر العطري الجميل مع نوتات خضراء مريحة الشركة هذه جميلة جدا من دار الإيطالية رائح ومن الشركات التي قدمت عطور الحمضية بشكل جميل عطور كولونيا فاخرة مريحة للنفس وأبدأت فيها هذه الشركة الإيطالية اللي هي أكوا دي بارما سواء بعطور الكولونيا لأن عندها عدة منتجات في العطور برواح مختلفة لكن أنا أتكلم عن عطور الكولونيا الفاخرة أو عطور الحمضيات سواء كان هذا العطر أو عطورها سلسلة عطورها الخاصة الفاخرة الجميلة الأنيقة ليست عطور كولونيا رخيصة وإنما عطور كولونيا بمنتهى الجمال والروعة هذا العطر الجميل من أكوا دي بارما أخذتها من ماس للعطور عندنا في المنطقة الشرقية ممكن البعث عنها عن طريق جوجل وشركة جميلة عطورها جميلة الدور اللي هتمت بالكولونيا الجميلة الفخمة ترى كثيرة يعني من ضمنها كريستان ديور في أحد إصداراتها الخاصة اللي هو كولون رويال هذا القضن موجود في باريس جالري وغيرها من محلات البيع وهي عطور خاصة للعلم هذا العطر قد لا يكون ذو ثبات عاري لكن فوحان جميل ورائحة مريحة للنفس بالرغم من شركة ديور لأن أصلا كورون والكورون يكون عادة خفيف ولكن ليس في كل الأحوال من شركة بورتنيكو يأتينا هذا الجميل كذلك من عطور الحمضيات الجميلة بالرغم من أنه عطر أمبر كورون من مصمم العطور الروسي ديمتري بورتنيكوف وهي دار تايلندية إلا أننا نجد أن هذا العطر بالرغم من أنه كورون يأتي بتركيز أو بارفيوم تركيز عالي جدا وهو من العطور المريحة جدا للنفس من الإفتتاحية إلى آخر نوتة عطرية كل هذه الروائح تبعث على الراحة والسكينة وتغيير المساعدة هذا هذا العطر ومجموعة بورتنيكوف المميزة والمحدودة موجودة في محل نوبل سيند في الخبر شكركم على حسن الاستماع والمتابعة وفي حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة